هذه صورة أخذت الباب علماء الفضاء خلال الساعات الماضية لهبوط مركبة الفضاء أوزايرس ريكس على سطح الكوايكب بينو الذي يبعد 330 مليون كيلو متر عن الأرض بعد رحلة استغرقت أربع سنوات مهمة مركبة الفضاء هدفها الحصول على عينة من الكوايكب ثم العودة إلى الأرض هذا نموذج بالحجم الطبيعي لنهاية ذراع الروبوت الذي هبط على سطح الكوايكب يبلغ قطره نحو 30 سنتيمترا لقد أدى اندفاع غاز نيتروجين على النقاء في الأنبوب الداخلي إلى دفع العين لتستقر في غرفة التجميع تحليل هذه الصور يظهر أننا حصلنا على العينة المطلوبة بأفضل طريقة كنا نتخيلها أتوقع أن العينة موجودة حاليا داخل مركبة الفضاء هذه صور تحاكي عملية هبوط مركبة الفضاء على الكوايكب بينو الآن على أوزيرس ريكس أن تعود إلى الأرض في رحلة قد تستغرق أربع سنوات أخرى حاملة معها العينة التي ينتظرها العلماء في ناسا بفارغ الصبر ما تبقى لنا هو إنجاز وعدنا بإعادة العينة إلى الأرض وتحليلها داخل معاملنا والعثور على إجابات حول تكوين المجموعة الشمسية والأسباب التي أهلت كوكب الأرض ليكون صالحا للحياة لكن تحليل العلماء لمهمة أوزيرس ريكس لن يتوقف خلال هذه الفترة ما زلنا نحلل وكافة المعلومة الهندسية التي حصلنا عليها ونقوم بعمل تسلسل زمني لما حدث على سطح الكوكب عند هبوط سفينة الفضاء عليه العينة المنتظرة من كوايكب بينو التي تحملها الحاليا أوزيرس ريكس تعد الأكبر من نوعها التي ستصل إلى الأرض منذ سلسلة مركبات أبولو العلماء يعتقدون أن سقوط المذنبات والكوايكبات على الأرض قبل ملايين السنين ساعدها في الحصول على مواد أساسية للحياة وآملون في أن يؤدي تحليل العين المنتظر إلى تأكيد هذه النظرية محمد طاها بي بي سي